قبل ما بلش المقطع تبعي لازم تشير هذا المقطع مع اثنين من اصحابك لحتى تفهموا البطولة مزبوط يلي هي الخاصة بخمسة مليون دولار باسم فروستي فرنزي او الجنون المتجمد ان شاء الله لحتكون معنى هاي البطولة على خمسة مليون دولار لح يبديك انك انت تشارك فيها من بيتك وبدون ما تحرك وبدون ما تعمل اي شي وتسجل وتساوي من داخل اللعبة بتفوت وبتلعب بهاي البطولة ان شاء الله وبكون نصيبك من 1400 دولار ل 1800 دولار بالنسبة لكل الفرق المشاركة وطبعا في معنى شغلة تانية اللي هي الريلود في باكس اللي انا نسرتها من ايام السيزن التالت اللي هي لح يبديك انك انت تشتري 100 في باكس عواضل 1000 في باكس لو انت حابب تكمل 8 سكن لو كان معك 700 وحابب تجيب 800 في باكس يعني تكمل للميت في باكس هاي لح يبديك انك انت هلا حاليا تشتري الميت في باكس هاي بواحد دولار او واحد دولار ونص تجربت هاي الطريقة معنا اليوم وشغالة وكل الناس حكيت عليها فلا تنسى لايك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وطبعا لايك وكومنتك بيهمني جدا ليوصل مقطع لكل مكان لو انت حبيت المحتوى طبعا وكود دعم بالقاية تمشو باليزار امامكم نيموت سعب تشكركم على الدعم فيه ويلا مع بعض فالا والله بسكارنا الطابة الارضية وفيديو جديد اول شي خليني احكيكم على موضوع الريلود في باكس اللي انت لح تقدر تشتري فيه في باكس متل ما حكينا بالمقدمة وبعدا منها ان شاء الله ننتقل لجنون التمتجمد اللي هي لح تكون على خمسة مليون دولار وشلون لح تشارك فيها وبالنسبة لو اوقات والتوبات والبوينتات اللي انت لازم تجيبها بالنسبة للنظام اللي الجيد دل في باكس يا شباب يعني هلا بكل بساطة انت لو ما اكس 700 في باكس وحابب تشتري مثلا سكين بـ 800 في باكس كله عليك انك انت تشتري 100 في باكس عواض 1000 في باكس يعني بتعرفوا انت كل هاتكم بالمتجر الخاص بفورتنايت فيه 1000 في باكس وفيه 2800 وفيه عشرة الاف وفيه بهل حدود هاي اعداد مسبتة ولكن حاليا لح يخلوك انت شركة فورتنايت تشتري 100 في باكس او حتى 50 او حتى 200 لحتى انت تكمل 8 الشي اللي انت حابب انت تشتري طبعا هاي الميزة تجربت اليوم باولمانيا وكل الناس اللي عاشة باولمانيا جربتها واشتريت 100 في باكس كملت 8 سكين والوضع كان مثل الزبدة ومثل الحلاوة وما احلى هاي الميزة هنتوا تجرب مثل ما عدتوا لكم باولمانيا ولحتنزل تدريجيا لكل العالم او لكل الريجون يعني بالنسبة لا اميركا واوروبا مثلا بالنسبة للمدل اس تح تنزل بكل العالم بالنسبة للعبة فورتنايت فابدي رأيك بالتعليقات شو رأيك بهالميزة حلوة ولا مو حلوة على بالنسبة اللي شايفة حلوة كتير مسلا معي انا الف ومية وخمسين وحابب بيشتري مسلا سكن ب الف وميتين كل عليه انه يشتري مسلا خمسين يلي هي بيكون تمنى خمسين سنت او خمسة وسبعين سنت وخلصا موضوعك ما بيشتري الف الموضوع خرافي جدا وحلوة تطير هاي الميزة وخلينا هلا ننتهل مع بعض لبطولته الجنون المتجمد اللي ظاهرة امامكم هاي البطولة ان شاء الله لحتكون معنا من يوم ادعش ديسمبر يعني يوم ادعش اتناعش لغاية يوم اتناعش ديسمبر اللي هو اتناعش اتناعش الفين وعشري هاي الب البطولة ان شاء الله لحتكون على خمسة مليون دولار لحتكون بنظام التوريو ولحتكون انك انت بتقدر تشارك فيها انت واثنين ما اصحابك يعني انت التالت تبعهم ما بتدر تلعبها ببليك شلوم ما كان يعني عشوائي لازم يكون معك سكواد معرق فجهزولي حالكم يا شباب بالنسبة لهاي البطولة هاي البطولة خلينا هلا مع بعض ننتقل لموقع ايبك جيمز متل مكاتبين كاتبين انه استعدوا لاختبار مهارتكم الخاصة بلعبة فورتنايت من اجل الفرصة في مشاركة في جائزة تقدر اجماليا بخمسة مليون دولار في بطولة الجنون المتجمد شكلوا فريقا سلسيا للتغلب على باقي الصيادين بدءا من 12 ديسمبر ستبدأ منطقة الشرق الاوسط في 11 ديسمبر طبعا هذا الكلام اللي انا اخدته الزبدة من موقع ايبك جيمز وهلا انا لح اشرح لكم يا بالتفصيل الممل يعني لح اتمل تقريبا من هذا الفيديو فلا تنسى تحط اللايك مشان تعرف كل شي بالنسبة لهي البطولة طبعا انتو متنم متعودين علي بكل فيديوهاتي بيشرح لكم كل شي واي شي بيصير بالبطولات بي يا متل ما بيقولوا بالنسبة لهي البطولة يا شباب ان شاء الله حكيت لكم لحتبلش اتناعش ديسمبر بالنسبة للسيرفر الاوروبي ولكن قبل السيرفر الاوربي خليني احكيكم عن سيرفر 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 سيرف الاوسط. طبعا متل ما قلت لكم المود اللي حيكون بمود التريوس اللي هو اللي حيكون بمود التلت اشخاص رحتلعبوها بمود الارينا ما حتلعبوها هيك العادي بمود الارينا والتعريق يعني تعريق الف يا شباب فادياقوا نزبطولي حالكم. بالنسبة للمعلومات اللي عندي للمدال است ها هي اللي حكيت لكم ياها من توب ميتان وخمسين واعلى من هيك بانت بتاخد النقاط وبتفوت وبتشارك فيها. يوم اداش ديسمبر بالنسبة للسيرفر للمدال است خليها الانتيل بالنسبة للسيرفر الاوروبي سيرفر الاوروبي انشاء الله متل ما حكيت لكم رحيبلش معنا 12 ديسمبر بالنسبة للسيرفر الاوروبي 12 و13 لحيكون عبارة عن يومين. رحيكون عبارة عن سيزن واحد وسيزن اتنين. نفس النفتي للموضوع للمدال است يا شباب رحيكون سيزن واحد وسيزن تنين. يعني فصل اول فصل تاني ما حتلعبها بيوم واحد رح تلعبها على يومين وبتدار تشارك بها دون اليومين. لو انت مسلا ماقدر تشارك يوم 12 ديسمبر بتدري تشارك يوم 12 ديسمبر بالنسبة للسيرفر الأوروبية بتدري تشارك فيه 12 ديسمبر ويوم 13 ديسمبر البطولةة گزه تكون إن شاء الله ساعة 12 الظهر للساعة 2 الصار هي هي بالنسبة لوقت البطولة اول سيزن كذاله يكون early yوم لك بالنسبة لهالبطولة وثاني يوم القيام لك بالنسبة للبطولة ه cartake day 4 الظهر إلى الساعة 6 المغرب يعني هندن ما اسمين لك ياهم 12 الظهر لل6 المغرب بهاليومين فأنت أي يوم أحصل لك تلعب فيه العاف فيه فأنت لو ما بدك تعرق مثلا وما حتقدر تاخد بوينتات تكلم عليك أنك أنت تفوت بهذه البطولة أنت والتريا تبعك وتجيبه خمس نقاط فقط لحتى تقدر تاخده السبري الخاص بسكيلتون اللي ظاهر أمامكم هذا السبري تاخده مجرد ما أنك أنت تجيب خمس نقاط طيب يا نيمو شلون بدي حصل الدولارات أو حصل الفلوس بالنسبة لهذه البطولة بهذه البطولة يا شباب أنك أنت لازم تكون من الفريق الأول لفريق 35 لحتى تقدر تحصل 1800 دولار أنت وفريقك كل يعته ولازم تكون جاي بتوب 36 لتوب 400 لحتى تحصل 1200 دولار أنت والفريق تبعك كل يعته يعني مو كل واحد لحياخد 1200 دولار 1200 دولار هاي لحتى تاخد إلك ولرفيئك ولرفيئك التالت يعني تقدر تقول 1200 دولار لحتى تقسم 400 ب400 ب400 دولار لكل شخص هي بالنسبة للبطولة والدولارات وكيف تتقسم دعنا ننتقل لشي تاني يلي هو بالنسبة لتحصيل البوينتات تحصيل البوينتات يكون على الانتصار المركي لح تاخده 30 بوينت والتوب الثاني والتارث 25 بـ 20 بوينت والتوب الرابع والخامس 15 لـ 10 بوينت ومن التوب السادس للتوب العاشر تاخد 5 بوينت ومن التوب إدعاش للتوب 20 لح تاخده 2 بوينت أو 2 نقطة البوينت يعني نقطة يا شباب وعلى كل قد تلح تاخده 2 بوينت أو نقطين يعني إن شاء الله والمراكز متما حكيت لكم ياها هاي كل شي زائر أمامكن والانتصار والحادي عشر هون بالتفصيل متل مزائر أمامكن هدول هنين بالتفصيل المملية اللي كاتبتون شركة إبك جيمز هاي بالنسبة للبطولة يا شبابي اللي قادمي معنا إن شاء الله ولحتكون متل ما حكيت لكم الجلسة الأولى الخاصة بالسيرفر المدل إست 1-12 ديسمبر و 12 ديسمبر وبالنسبة للسيرفر الأوروبي لحتكون 12 و 13 ديسمبر الجلسة الأولى والجلسة التانية في بقى معناك أنت الجلسات كلها حسب شو حابب تشارك فيها مثلا أنت بتشارك يوم 11 ويوم 12 أو حابب تشارك يوم 11 بس كمان شغال ولكن أنت شارك باليومين لحتى تكون نقاطك أعلى ويكون عندك فرصة طبعا للكسب أكتر وأكتر فهي هي بالنسبة للبطولة يا شباب بالنسبة لبطولة الجنون المتجمد أنا شرحت لكم ياها بالتفصيل ما تركت لكم شي ما شرحت لكم ياها يا شباب وإذا أي شي فات عني يا شباب كتبولي بالتعليقات تحت وأنا بحاول ساعدكم أكتر وأكتر وقالت لكم إين تلوقات وشو نظام البوينتات وكيف تحصل الدولارات من 1800 إلى 1400 دولار حسب أنت التوب تبعاك بالفريق فلما محتاجين شي برد بقلكون كتبولي بالتعليقات وكود دعم القاتم شو بنيومة 9 زائر أمامكم وبرعايت الله اشتركوا في القناة